اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة دائماً بصلي وأقول له يا رب من نفسي في أختي منت زي عشان بقى عرايس ونلعب مع بعض ولعب بيها وكده لكن الصراحة لما بابايا راح السماء كنت في ثانية سنوي وساعتها سمعت تعليقات كتيرة لأن بابايا كان دكتور شاطر وكبير قوي وعنده كذا عيادة يا لو كان معهم ولد يا لو كان فيه ولد يسندهم والصراحة ساعتها بدأتها أفكر هو فعلاً لو كان فيه ولد كانت الحياة ممكن تبقى يعني يهون علينا أكتر ومن ضمن الحكايات اللي سمعتها غريبة لما كانوا بيقرنوا بنا وبن أسرة مرد بنفس الظروف ويقولوا فلانا فتلاقي التانية ردت عليها بس كان عندها ولد فكنت مش فاهمة ولد ممكن يعمل إيه يعني في موقف زي ده يعني في موقف زي ده الولد هيفرق في إيه يعني محنا مكتقبين ومدقين إيه اللي ممكن يعمله ممكن قوي يسندنا بس ممكن برضو يتعبنا يعني مش شرط طبعاً والصراحة بقيت أكتشف إن كل ما أختي بتكبر إنها سند قوي مش مش حاسة يعني لو ولد كان هيبقى أحسن وحاسة لأماما كوي يعني حاسة نحنا عارفين نسمت بعض يعني يمكن لو ولد يبقى كان كويس بس مش حاسة إن كان ممكن يضيف حاجة يعني حاسة نحنا عارفين نسمتها في موضوع التعليم ده يعني 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 العادي إنه في دكاترا وكده زي عليتكم ولا ولا إيه؟ هو آه في دكاترا بس ويعني هم بيحبوا الدكاترا في الناس بتسعة يعني لو مثلا قصة لما فاش دكتور فبيبقى الهدف إن انت تجيب مجموع في صنوية عامة عشان تبقى دكتور برضو يعني عايزين في العيلة يكون في دكتور بأي حال يعني آه لكن بالنسبة للتعليم أنا فاكرة في صنوية عامة لما عشان إحنا كان عندنا صنوية عامة أصلا إحنا مقدناش يعني فرص كتير للتعليم يعني هاي صنوية عامة وأماريكان دبلومة فتحت جديد وما كانتش زي مصر قوي فما كانتش في يعني اختيارات كتير آه في صنوية عامة كنت بأخوت حصة وكان معي واحدة مش تحبتي قوي بس عشان بناخد فكازة حصة عرفيها كانت مخطوبة وفاكرة في وقت المستر كان بيزعق لها كتير عشان ما كانتش بتذاكر وما كانتش بتهزز يعني إحنا لما كان المستر يزعق كنا نكش ونعايت هي لأ خالص فصحبتي بتقول لي عارفها هي ليه مش متضايقة وكده ليه عشان هي مخطوبة وخطبها في الكويت ويعني بيشتغل في بضعة عربية وبعد سنوية عامة هي فكتير قوي فهي مش هتكمل أصلا تعليمها يعني هي بس اسمها يعني الغير مدرسة وقدر موضوع كده ده كان فيه كتير بس هي بالنسبة لها كان عادي فكرة أنه واحد متعرفهوش جاي من بلد عربي تمام نتتجوز وتمشي معي وتسيفر بموضوع بسهر اللي كان حاسه موضوع صعب وقوي هو أكيد ما كانش سهل بس يعني محدش فاهمها أنها ممكن تختار يعني ممكن تقول لا ما كانش دي حق يعني دي مش كل البيوت علمت بناتها أنها تمكن تقول لا مش عايزة كده لا عايزة كامل تعليم فهي بالنسبة لها أنت هتتجوزي خلاص أنت بتعرفي طبخي وبتنظفي دي أهم حاجة مش مهم بقى تفتكري هل برضو أنه ممكن يكونوا زرعوا أصلا فيها أنه ده هدفك في الحياة فهي حتى مختارش في بالها هي مش عايزة تقول لا هي مبسوطة بحقيقي لأن أغلب البيوت اللي بيكون فيها ولد وبنت البنت من صغرها بفهموها بقى تنظفي وتعملي وتكلي وتأكلي وتخسلي لكن الولد هو لأ أنت اللي من حق تخرج بقى وتذاكر وتسافر فهي بالنسبة لها إيه أكبر حاجة ممكن تحصل أنها تتجوز وكمان واحد بقى جاي من بلاد عربية يعني مع فلوس يعني عايشها بقى زي ما بيقولوا عندنا متسدتة وكده فلا طبعا يعني هي ممكن تكون وسط أطحابها أنا تخطبت يعني كانوا بيستنوا مين تخطب الأول طيب اللي أنت قلت في الفيديو أن أنت لو ما طرتيش يعني تعيش في مصر أنا كرتبطتي في مصر أو كده هترجعي سهاج إيه حلمك لسهاج؟ أنا بحب سهاج جدا السراحة وحاسة أن يعني مش متضايقة أن يعني يعني أن عشت طفولتي في سهاج بالعكس أنا حاسة أن هي شكلت في شخصيتي حاجات كتير نفسي نكبر من التعليم يعني التعليم ياخد حقه إحنا كنت أنا على الأيامي كان مدرسة واحدة خاصة بس هي اللي موجودة وكانت كويسة آه بس ما كانش فيه اختيارات ما كانش عندنا مثلا نوادي آه في نادي بس ما فيش إمكانيات يعني كنت بقى لعم بسكت وما كملتش لأن ما فيش إمكانيات تخليني أكمل السباحة وما كملتش كانت الحاجات محدودة قوي اللي يعني بتلعب على ثقافة وتعليم وهويات وكده لما برجع سهاج كل أجازة يعني بقى يعني بتجيلي حالة صدمة منكم الكافيهات والمطاعم اللي فتحت مهولة يعني أنا مش عارفة معهم فلوس كتير قوي بس لمسا ما حدش فكر يفتح لنا سنتر يعلم لغات واحد بس ما فيش اختيارات وكل حاجة بتفتح ما بتكملش في المجال ده يعني فكر في مرة كان فيه كورس كده طبع المالس فتح حاجة طبع نظام أمريكي ولا إيه واخد فترة وكل الناس بتتجه لي يعني إحنا فعلا نفسنا يبقى فيه حاجة زي كده وما بتكملش في مرة تانية رجعت حتى لقيت كل أصحابي بلعبوا سكواش في نادي كده كلهم بلا استثناء يعني إحنا عندنا استعداد تلعت موضة وبعدين خلاص آه يعني لأ كان فيه وقت ناس بتقدم خدمة بعد كيه بطلت يعني عندنا استعداد نجول الحاجة دي بس ما فيش اوبشنز قدامنا آه أوكي ليزا عايزة عايزة تقولي إيه للبنات في الصعيد نفسي كل بنت تعرف إنها مهمة جدا وليها قيمة وإن هي مش موجودة بس عشان تخسل وتنظف وتعمل أكل قادة حلو بس هي ممكن تعمل حاجات كتير قوي هي يعني ربنا خلقها لأن هي بتعرف تعمل كذا حاجة أو الراجل بيعرف وهي كمان بتعرف حاجات تعمل حاجات الراجل مش هيعرف يعملها خالص نفسي قولها إن هي من حقها تقول لا ومن حقها تعترض ومن حقها تحلم ومن حقها تحقها وتعبر عن نفسها حلو قوي معنا تليفون ريهام من الفيون أوكي آلو 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 ريهام آلو ايوه ازايك ريهام ايوه ازايك ريهام خيанием كيسين سبعم اتفدالي تقدر تفرف على نفسها وتقدر ان هي برضو تتعلم اولادها كويس وكده يعني انا رأي انه لازم ان هي تكمل تعليمها مرسي يا ريهيم على تليفونك قوي وانك قلت رأيك وهتمت تتكلمينه ايه رأيك في المكالمة ايوه طبعا انا شايف التعليم ده حاجة يعني اساسية ولما البنت بتتعلم يعني ده بيغير منها اكتر وبيخليها يعني تدرك قيمتها اكتر ولأ بيفرق يعني انا مش متخيلة حياتي لما كنتش كملت تعليم الصراحة ليزا حابيني شكرك جدا مرسي قوي وبجد انتي ملهمة ومشجعة جدا لبنات كتير ونفسنا جدا لبنات كلهم يتشجعوا زيك مرسي جدا لوجودك معينا بجد بساطنا قوي معاكي شكرا شكرا